كما أكد المستشار الألماني أولاف شولتس بأن أزمة تغير المناخية هي أزمة ملحة يتعين مواجهتها بتحقيق نوع من الاعتدال المناخي وبالسعي إلى تغفيد درجة الحرارة إلى درجة ونصف الدرجة المئوية هناك توجه عالمي إلى العودة إلى مصادر الطاقة الحفورية نظر هذه الأزمة وكرد فعل لما حدث أدى ذلك لارتفاع سعر الفحم في العالم ومثلما فعلينا أن ندرك أمرا مهما أن علينا اتخاذ إجراءات على درجة عالية من الجدية والسرامة في توسيع مصادر الطاقة والسيام الغاز الطبيعي من أجل إمداد الناس في البيوت بمصادر الطاقة لكن من الواضح أيضا أننا نفعله من أجل ترسيخ وتوطيد مصادر الغاز الطبيعي كمصدر الطاقة